السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته النهاردة موعدنا مع الدرس الثالث من الوحدة الثالثة للصف الخامس الابتدائي منها الدرس عبارة عن قصة طويلة بعنوان إبقى The Elvis and the Shoemaker أي الأقزام وصانع الأحزية هنبدأ في البداية بأهم الشخصيات في القصة وبعدين هنخذ القصة بالتفصيل الممل الشخصية الأولى عندنا Shoemaker أي صانع الأحزية وده بيعتبر من الشخصيات الرئيسية أو أهم شخصية في القصة أول حاجة بيوصف لي الشوميكر أن يبقى أول حاجة عرفة عن الشوميكر أنه كان راجل طيب عطوف يعني أمين تانح معلومة عرفة عن الشوميكر He lived in town عاش في مدينة تالت معلومة ومهمة جدا He was very poor كان إيه؟ كان فقير جدا He was very poor أي كان فقيرا للغاية He was very poor معلومة اللي بحثت كده كمان He worked hard He worked hard He worked hard كان يعمل بجد وعلى الرغم من كده He had no money كانش معه أي انقود كان فقير جدا يعني مغالبين ده الشوميكر أو صانع الأحزية الشخصية التانية His wife اللي هي زوجته اللي بنقول عليها أو زوجة الشوميكر زوجته كانت كانت زوجة الشوميكر كانت زوجة صانع الأحزية and she was very poor وبرده كانت فقيرة جدا She lived in town وكانت برده بتعيش في المدينة مع زوجها شخصية التالتة فهي The Alves The Alves أي الأخذام طيب دولها إيه الحاجة المميزة The Alves كانوا بيساعدوا صانع الأحزية دي أهم الشخصيات الموجودة في القصة هنبتدي بقى القصة جزئية جزئية أوكي هنحاول نقسم القصة الأجزاء وكل جزء هيبع لي سؤال كده من تحت نحله مع بعض الجزء الأول بيقول لي صانع أحزية فقير عاش بسعادة في البداية بيقول لي يعني ذات مرة أكايند 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 كانوا فقراء جدا ولكن كانوا سعداء في ناس كده تبقى فقيرة وسعيد يبقى دا تناقض أول ما تلاقي هنا حقيقة ومفاجئة بقى تناقض بات زي وير هابي ولكن كانوا سعداء يبقى دا تناقض عشان كده نستخدم بات زي شوميكر واركت هارد شوميكر صانع الأحزية بيعمل بجده بيكتهد في عمله ولكن معهش فلوس يبدأ تناقض تاني يا جماع تناقض تاني نستخدم بات بردو بات ولكن لم يكن لديه أي تمال في سؤال هنا بنسأله where did the shoemaker live where يعني أين live يعني يعيش يبقى أين عايشة صانع الأحزية عرفنا الإجابة اه اكيد كلنا عرفنا the shoemaker lived in town عايشة في المدينة with his wife مع زوجته دا الجزء الأول the second word جزء الثاني working very hard عمل بجده one night ذات ليلة the shoemaker was in his workshop كان في الورشة بتاعته وخلي بالكو كلمة مهمة جدا ولوه رؤية يعني ورشة عمل بيعمل فيها صانع الأحزية مهمة جدا oh dear i've only got enough leather for one more pair of shoes yeah يا إلهي لدي جلد يكفي لصنع زوج من الأحزية يبقى ركزه على كلمة leather leather يعني جلد و bear of يعني زوج من but i'm too tired to make them tonight ولكن أنا مرهق جدا i am too tired لما بنضع to قبل الصفة بتقوز صفة جدا وبتخلي الصفة صفة سلبية يعني ما قول i am too tired يعني أنا مرهق للغاية مش قادر مش قادر أفنع الأحزية النهاردة i'll cut the leather now ألبا أنا سوف أقطع الجلد الآن and make the shoes in the morning وصنع الحزاء في الصباح the shoemaker cut out to the leather and went to bed shoemaker صنع الأحزية بدأ يقطع الجلد وذهب للفراش في سؤال بنسأله هنا when will the shoemaker make the shoes هيصنع الشوز إمتى متى 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 وين يعني متى make the shoes يصنع الحزاء هيصنع إمتى عرفنا الإجابة in the morning في الصباح هيصنعه في الصباح الجزء الثالث the amazing pair of shoes زوج رائع من الأحزية أو مذهل the following morning في الصباح التالي the shoemaker couldn't believe his eyes قوله معي التعبير ده believe his eyes believe his eyes معناها يصدق عينيه المش أدري يصدق عينه he called to his wife ناد على زوجته to come quickly to the workshop لكي تأتي مسرعة إلى الورشة اللائبة look at these shoes انظري إلى هذا الحزاء said the shoemaker there on his table was an amazing pair of shoes وكان يوجد على المنددة زوج رائع جدا من الحزاء they are beautiful انه زوج جميل did you make them هل صنعتهم his wife looked surprised زوجته كانت تبدو مندهشة ما نجح كلمة surprised مهمة معناها مندهشة no my dear لا يا عزيزتي I didn't make them أنا لم أصنع هذا الزوج he said قال الصانع الأحذية يبقى عرفنا الوقت إيه اللي حصل بعد كده طب السؤال بيقول إيه what did the shoemaker find on his table what يعني ماذا find يعني وجده his table يعني المنددة شوفوا كلمتين ثلاثة ممكن ترجم السؤال كله ماذا وجد على المنددة وجد إيه وجد إيه الجماعة فكروا كده وجد an amazing pair of shoes زوجي من الأحذية مذهل ورائع the next board جزء التالي buying more leather أي شراء جلد أكثر then a man walked into the shop رجل دخل المحل بتاع الشوماكر I have never seen such amazing shoes قال له إيه بقى قال له أنا عمر ما في حياتي ما شفت حزاء مذهل بالشكل ده رائع إيه تهكي عملته إزاي he said can I try them ممكن أجربه he tried on the shoes خلي بالكم try on try on try on try on معناها يقيس بدأ يقيس الحزاء they are perfect آه لأ الحزاء يبقى perfect يعني مثالي مناسب جدا he said and paid the shoemaker خلي بالكم كلمة paid الماضي من pay pay يدفع paid في الماضي يعني دفع دفع النقود للشوماكر quickly said the shoemaker's wife قيت له بسرعة بسرعة go and buy some more leather اذهب واشتري لنا جلد أكثر the shoemaker went to buy some more leather ذهب صانع الأحزية لشراء جلد أكثر طيب هنا السؤال يقول where did the shoemaker go where يعني أين go يعني ذهب ذهب راح فين he went to buy some more leather ذهب لشراء جلد أكثر الجزء التالي more beautiful pairs of shoes أحزية جميلة when he arrived home عندما وصل إلى المنزل the shoemaker's wife had made him a delicious meal ركزوا في التعبير ده اسمه delicious meal delicious meal أي وجبة لذيذة صنعت له وأعدت له وجبة لذيذة I will just cut out the leather أنا سوف أقطع الجلد and then come and eat وهيقي وهيكل معيك the shoemaker cut out the leather for two pairs of shoes صنع صنع وبدأ طبعا يقطع okay الجلد لزوجين من الأحزية and left the workshop for the night وترك الورشة في المساء the following morning في الصباح التالي the shoemaker and his wife were amazed oh صنع الأحزية وزوجته كانوا مندهشين to see two beautiful pairs of shoes in the workshop وجدوا زوجين من الأحزية في الورشة وشكلهم جميل جدا we must find out who's making these shoes خلي بقى لكم التعبير دي اسمه find out find out find out يعني نكتشف يجب أن نكتشف ونعرف مين اللي بيصنع الأحزية دي said the shoemaker's wife قالت زوجة الشوميكر let's hide tonight and see who's helping us hide معناها يختبئ بكلمة hide معناها يختبئ hide يختبئ هيا نختبئ هذه الليلة ونعرف ونرى من يساعدنا الجزء التالي the two little elves أي اثنين من الأقزام الصغيرة that night في تلك الليلة the shoemaker cut out the leather and then hid قطع صانع الأحزية الجلد and then hid hid الماضي من hide hide يختبئ hid يعني اختبئ واختبئ they were very surprised وكانوا مندهجين to see two little elves اه لا ايه اثنين من الأقزام الصغيرة the elves started to make the shoes بدأت ال elves في صناعة الحذاء soon they had made two more pairs of beautiful shoes وبسرعة صنعوا زوجين من الأحزية الجميلة we must thank the elves يجب علينا أن نشكر الأقزام said the shoemaker's wife let's make them new clothes هيا نصنع لهم ملابس جديدة السؤال why were the shoemaker and his wife surprised آلي كانوا مندهشين they were very surprised to see two little elves اندهشوا لرؤية اثنين من الأقزام الصغيرة الجزء التالي الجزء التالي the happy ending أي النهاية السعيدة the next night في الليلة التالية the elves found their new clothes في الليلة التالية الأقزام وجدوا ملابسهم الجديدة they were so happy وكانوا سعداء للغاية that they danced around the workshop بدأوا يرقصون حول الورشة before setting down قبل الجلوس to make more shoes لصنع أحزية أكثر soon people came from all over the wind بدأ الناس يأتون من كل أنحاء الأرض to buy the shoemaker's shoes لشراء أحزية صانع الأحزية he and his wife weren't ever poor again هو وزوجته لم يعدوا فقراء and they lived happily ever after وعاشوا بسعادة فيما بعد في سؤال هنا برضو يقول what did the elves find ماذا وجد الأقزام the elves found their new clothes وجدوا ملابسهم الجديدة هذه نهاية القصة طبعا قصة طويلة جدا ولكن كلماتها بسيطة هنتعرف الوقت على أهم كلمات القصة أول كلمة عندنا listen and repeat يعني اسمعوا قرار ورايا elves 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 يعني أقظم بعدها على طول honest 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 يعني أمين حرف الh silent kind 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 أطوف tired tired متعب perfect مثالي leather leather أي جلد shoemaker أي صانع أحزية بس هي الكلمة نزلت لتحت شوية يعني المكان كان ضيء فهي المفروض كلمة على بعضها shoemaker العمود الثاني في عندنا poor poor أي فقير beautiful beautiful أي جميل delicious 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 لذيذ little 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 أي صغير wife wife زوجة money money نقود workshop workshop أي ورشة العمود الأخير surprised surprised مندهش meal meal وجبة tonight tonight الليلة quickly بسرعة amazing 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 مذهل kindness عطف amazed amazed أي مندهش مندهش باقي الكلمات في عندنا enough 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 الحين بتطنيط ف enough يعني كافي dance dance يرقص pay pay يدفع work hard يعمل بجد try on يقيس ملابس new new أي جديد describe يصف leave يغادر pair of pair of أي زوج من sit down sit down sit down أي يجلس العمود التالي to leave believe يعتقد cut out cut out cut out يقطع hide 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 يختبئ find out find out يكتشف call to ينادي على الوقت وقت البرنانسياشن أو النطقة لولي how to pronounce ed إزاي ننطق ed في زمن الماضي البسيط ed في الماضي لها تلات طرق ممكن ننطقها ed ed إمتى بقى؟ لو جات بعد حرف t أو d يبقى لو جات بعد حرف t أو d اسمعوا طيب معي الكلمات اللي جاية دي waited انتظر طيب تتنطق احتاج طيب بدت نطق t t امتى بقى؟ بعد p k و sh 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 الف والاف والاس والتش تش تش اللي هي السي اتش طيب نسمع بقى مع بعض الكلمات اللي جاية يبقى تنطق تي يبقى هنا المفروض اللي دي النطق السليم ليها تتنطق ت ت مع باقي الحروف بتتنطق د د د زي كلمة كولد يبقى مع باقي الحروف بننطقها د د او دي عادي جدا طيب بالنسبة للماث الماث هنا بيقول درب الاعداد اكثر من رقم يعني لو بنضرب اكتر من رقم كي طبعا انتوا اخدينه في الرياضيات وبيقول لكم جزا مرة دا بيجيش في الامتحان وبس الهدف منه رايت انه يعلمني بعض قواعد الرياضية في اللغة باللغة الانجليزية يعني مسلا لو عايز اضرب او عشرة في عشرة يبقى الناتج هنا ايكولز نفس الفكرة بقى عشرين في عشرة يبقى امتين عشرين في عشرين يبقى ربعمية عشرين في تلاتين ستمية اللي هي الارقام المعروفة دي طيب لما بقى في عندي مسلا تمانية وتلاتين في اربعة وعشرين مفروض ان انا باخد الارقام دي واضربها ولا الناتج تسعمية واثناشر وكي وهكذا بصوا معايا في المسألة دي كمان بيقول لي نورا بتصنع قبعات وتستطيع صنع خمسة وعشرين قبعة كل اسبوع كم عدد القبعات في خلال تمانية وعبعين سبوع يبقى المفروض ان انا بضرب تمانية وعبعين سبوع في الخمسة وعشرين قبعة هيطلع للناتج يعني الف ومتين قبعة تمنى ان تكونوا قد استمتعتم بالفيديو واستفدتم منه لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديدة اولا باول كاي thank you again for watching والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته